مرحبا بكم متابعين الكرام بعد طول انتظار وزارة التربية الوطنية تفرج عن الجدول الزمنية لتوضيف الأساتداء وطول الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020 نقدم لكم في هذه الإطلالة هذه الجدول الزمنية والتواريخ المصاحبة لكل عملية أول عملية وهي فتح البوابة الإلكترونية للتشجيل القبلي تعبيرا عن الرغبة في الترشيح لاجتياز المباراة وذلك يوم 26 أكتوبر 2019 إلى غاية 10 أكتوبر 2019 فتح البوابة الإلكترونية للمصادقة على طلبات الترشيح الإلكتروني السجيل القبلي من 31 أكتوبر 2019 إلى 12 أكتوبر 2019 نشر الإعلان عن المباراة في الصحف الوطنية عبر المواقع الإلكترونية يوم 31 أكتوبر 2019 آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح 14 أكتوبر 2019 دراسة ومراقبة ملفات الترشيح للتأكد من التوفر على الشروط النظامية تاريخ البداية 14 أكتوبر 2019 إلى غاية 15 أكتوبر 2019 الإعلان ونشر لوائح الناجحين في الإختبارات الكتابية ومواعد الإختبارات الشفوية بالمواقع الإلكترونية للأكاديميات يوم 25 أكتوبر 2019 إجراء الإختبارات الشفوية والعملية من 26 أكتوبر 2019 إلى 29 أكتوبر 2019 الإعلان عن لوائح الناجحين بصفة نهائية في هذه المباريات وكذلك لوائح الانتظار يوم 30 أكتوبر 2019 الالتحاق بالمراكز الجهوية لميهن التربية والتكوين قصد انطلاق عملية التكوين الأساتدة المقبولين وذلك ابتداء من جوج يناير 2020 وتستمر عملية التكوين إلى غاية 31 يوليوز 2020 إذن هذه هي أهم العمليات للجدول الزمنية لتوظيف الأساتدة الجدود أساتدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شكرا على انتباهكم ونتمنى التوفيق للجميع وإلى اللقاء في موضوع آخر إن شاء الله إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة